بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب الصف الرابع نبدأ بدرس جديد إن شاء الله بسم الله فلنبدأ المرحلة الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم ترشيد استهلاك الكهرباء الجزء الأول معكم المعلمة ويقام عبد الرحمن أبو النجا ومعلمة لغة الإشارة المعلمة نسري ننتقل الآن انتهينا من وحدة صحتي وسلامتي الآن ما زلنا في وحدة مهاراتي في الحياة تعرفنا على آداب التعامل داخل المنزل تعرفنا على ترشيد استهلاك الماء نتعرف سوياً على ترشيد استهلاك الكهرباء نبدأ بأهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أولاً أن يبين مفهوم الإصراف ثانياً يحدد أوقات الذروة ثالثاً يصف الحياة بدون كهرباء رابعاً يشرح أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية خامساً يوضح الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء نبدأ في أهداف الوحدة ككل يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولاً أن يحدد مفهوم بر الوالدين بصفة عامة ثانياً أن يقارم بين معاملة كل من الإخوة والأقارب ثالثاً أن يكتب توجيهات إيجابية في كيفية التعامل مع الخدم رابعاً أن يعلّل أهمية الترشيد في استهلاك المياه خامساً أن يستنبط بعض الأسباب المؤدية إلى تسرب المياه في المنزل سادساً أن يميز بين سلوكيات هدر الماء داخل المنزل وخارجه سابعاً أن يشرح أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية ثامناً أن يقترح طرائق فعالة لترشيد الكهرباء داخل المنزل تاسعاً وأخيراً أن يبتكر شعار يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمجتمع ننتقل تعرفنا في درسنا السابق ترشيد استهلاك الماء على مفاهيم رئيسية بدأنا بمفهوم الترشيد ماذا نقصد بالترشيد يا رابع؟ بارك الله فيكم مبدعين الترشيد هو الاستخدام الأمثل للماء وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الماء أيضاً تعرفنا على مفهوم الهدر ماذا أقصد بالهدر؟ بارك الله فيكم إجابات رائعة الهدر هو الإسراف في استخدام الماء أيضاً تعرفنا في درسنا السابق على طرق ترشيد استهلاكنا للماء نشاهد سوياً ما هذا الذي تفعلينه يا ريم؟ لا شيء أخسل يدي بعض الطعام يجب عليك الترشيد باستهلاك الماء الترشيد؟ وماذا تقصد بالترشيد؟ الترشيد؟ الترشيد مرادف للاقتصاد ومأخوذ من الرشد وهو العقل الذي يرشد صاحبه إلى كل خير الماء كثير ببلدنا ولله الحمد هذا غير صحيح فمصادر المياه في بلادنا محدودة وقد يؤدي ذلك لعدم توازن بين توفير مصادر المياه وبين الطلب عليها في بلادنا وهذا يضعنا في حالة خطر من نضوب هذه الثروة الوطنية أعتذر لم أكن أعرف ذلك لكن أتذكر أننا درسنا أن 71% نسبة تشكيل الماء على سطح الأرض هذا صحيح لكن 97% من هذه المياه مالحة و2.7% فقط من هذه المياه صالحة للشرب وهل من أدوات لترشيد المياه؟ مرشد حنفية المطبخ مرشد حنفية المغسلة مرشد دش الاستحمام أقراص كشف التسريب كيس الإزاحة لصندوق الطرد صديقاتي تشير دراسة علمية إلى أن 40% من سكان العالم لا يجدون ماء نقيا للشرب إننا جميعاً مسؤولون عن كل قطرة ماء نهدرها وأن الله سوف يحاسبنا عليها فلنحاسب أنفسنا أولاً فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصع شاهدنا سوياً طرق ترشيد استهلاك الماء ننتقل لدرسنا لهذا اليوم ترشيد استهلاك الكهرباء نبدأ بالمفاهيم الرئيسية نبدأ بمفهوم الإسراف ماذا أقصد بالإسراف؟ بارك الله فيكم إجابات رائعة الإسراف صرف الشيء زائداً على ما ينبغي أيضاً لدينا المفهوم الثاني مفهوم الذروة ماذا أقصد بالذروة؟ بارك الله فيكم الذروة هي الوقت الذي يزيد فيه استعمال الكهرباء وخاصة ما بين الساعة الواحدة ظهراً والساعة الخامسة مساءً هذا هو وقت الذروة وقت الذروة من الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساءً هذا الوقت يزيد فيه استخدام الأشخاص للتيار الكهربائي ننتقل الآن قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين استخدم الإنسان أشكال عديدة للضوء منها نستنتجها من خلال هذه الصور استخدم الإنسان أشكال عديدة من الضوء أولها نشاهد الصورة بارك الله فيكم النار أيضاً مبدعين الشموع أيضاً الفانوس بارك الله فيكم أيضاً أخيراً المصباح الكهربائي استخدم الإنسان أشكال عديدة من الضوء أولها النار أيضاً الشموع الفوانيس أيضاً أخيراً المصباح الكهربائي ننتقل الآن ما أهمية الكهرباء في حياتنا وضح ذلك نفكر قليلاً ما أهمية الكهرباء في حياتنا هل لها أهمية كبيرة؟ بالطبع لها أهمية كبيرة بارك الله فيكم ننتقل الآن الكهرباء من نعم الله العظيمة التي أمتن بها علينا حتى أصبحت من أساسيات حياتنا وليس أدل على أهميتها من أنها توفر لنا في معيشتنا الراحة في كل شيء بل وفي كل مكان فلنستمتع بها ولا ننسى أن ما نقطفه بلمسة واحدة هو ثمرة جهود كبيرة ولنتذكر أن دوام هذه النعمة يكون بشكر الله تعالى وذلك بالمحافظة عليها وصيانتها وتسعى بلادنا إلى إنتاج كميات ضخمة من الكهرباء عبر مشروع الطاقة الشمسية النظيفة بحلول عام 20-30 لتصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم ننتقل الآن إلى نشاط رقم واحد صفحة 55 نقرأ سويا تخيل الحياة بلا كهرباء صف ذلك نصف سويا ونتخيل سويا حياتنا بدون أي كهرباء هل تكون بسهولة؟ سنجد صعوبة أيضا حفظنا للطعام هل يكون بسهولة أم بصعوبة؟ أيضا بصعوبة بارك الله فيكم أيضا التواصل مع الجميع أيضا سوف يكون بصعوبة بارك الله فيكم ندون الإجابة ستكون الحياة صعبة لأننا لن نستطيع الرؤية بوضوح في المساء لعدم توفر الإضاءة ويصعب علينا أيضا غسل الملابس وسنجد صعوبة في حفظ الطعام لفترة طويلة نقوم بتدوين الإجابة صفحة 55 نأخذ دقيقتان لتدوين الإجابة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا انتهينا من تدوين الإجابات بارك الله فيكم ننتقل الآن نشاهد صديقتنا نورة مع الترشيد هيا هيا استيقظي يا صغيرتي لتقوم بحل واجباتك ولا تنسي أن تطفي جهاز التكييف حسنا يا أمي سأذهب في زيارة لجارتنا حيث أنها مريضة وسأعود سريعا لو أغلقت جهاز التكييف سيصبح الجو حارا مرة أخرى سأتركه يعمل ليحافظ على الغرفة باردة اوه أشعر بالعطش الشديد متعة شرب الماء البارد لا تقل على المتعة الجلوس في هواء التكييف البارد أو هواء الثلاجة الأبرد والآن ألجب مناسب لحل الواجب هل انتهيت يا نورا؟ أغربت على الانتهاء نورا لماذا تعمل كل أجهزة التكييف؟ كنت فقط أشعر بالحل بارد بارد ولكن هل بقيت نائما حتى أتى فصل الشتاء؟ اوه؟ يا إلهي ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لقد انقطع التيار الكهربائي يجب أن أقوم بالاتصال بأبي اوه سيصبح الجو حارا لحسن الحق أنني قمت بتشغيل جميع أجهزة التكييف في المنزل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل الكهرباء مقطوعة؟ نعم غريبة لقد وجدت باب الثلاجة مبتوحا لقد قامت نورا بتشغيل كل أجهزة التكييف في نفس الوقت ويبدو أن هذا قد سبب ضغطا على العداد فانقطع التيار أظن أن هذا يفسر مسبقا المبلغ الضخم الذي سندفعه جميعا هذا الشهر في فاتورة الكهرباء لم أكن أتوقع أن الأمر سينتهي بكل هذه المشاكل وأنني سأدفع من مصروفي لسداد فاتورة الكهرباء أعتقد أنك عرفت الآن ومن الآن فصاعدا ستساعدين على الترشيد في استخدام جميع الأجهزة الكهربائية آسف يا أبي وأعيدك أن لا أكرر ما فعلت ولكن لي طلب صغير وما هو؟ أن تشتري لي مروحة يدوية صغيرة حتى أقاوم بها حرارة الجو شاهدنا سويا قصة صديقنا نورا صديقتنا نورا هل قامت بترشيد استهلاك الكهرباء؟ بالطبع لا فقد قامت بفتح جميع أجهزة التكييف وتركت باب الثلاجة مفتوح ما هي النتيجة التي ترتبت على هذا التصرف؟ بارك الله فيكم انقطاع التيار الكهربائي ما نصيحتكم لصديقتنا نورا؟ يجب أن تقوم بترشيد استهلاك التيار الكهربائي بارك الله فيكم ننتقل الآن ترشيد الكهرباء لدينا هنا تعريف ترشيد استهلاك الكهرباء استخدام أقل قدر ممكن من الكهرباء عند الحاجة هذا هو تعريفنا لترشيد الكهرباء مرة أخرى استخدام أقل قدر ممكن من الكهرباء عند الحاجة نعرف سوياً تعريف ترشيد الكهرباء استخدام أقل قدر ممكن من الكهرباء عند الحاجة ننتقل الآن إلى الهدف من ترشيد الكهرباء أولاً تخفيف الأحمال الزائدة على محطات الكهرباء وهذا يؤدي أولاً إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي كما حصل مع عائلة نورا ثانياً وصول التيار الكهربائي لأكبر مشتركين جدد ثانياً الابتعاد عن الإصراف الذي نهان الدين الإسلامي عنه ثالثاً التقليل من تكلفة فاتورة الكهرباء هذه هي أهداف ترشيد استهلاك الكهرباء ننتقل الآن هنا الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء تخفيف الأحمال الزائدة على المحطات أولها عدم انقطاع التيار الكهربائي ووصول التيار الكهربائي لمشتركين جدد الابتعاد عن الإصراف والتقليل من فاتورة الكهرباء ننتقل الآن إلى نشاط رقم 2 صفحة 55 بالتعاون مع مجموعتك أكتب أكبر عدد من الفوائد التي تعود على الأفراد والمجتمع من ترشيد استهلاك الكهرباء ثم أعرضها على المعلم ندون الإجابة سوياً تقليل قيمة فاتورة الكهرباء أيضاً الحد من التلوث البيئي ثالثاً دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة تنمية اقتصاد الدولة وتوفير مبالغ إضافية للقطاعات الأخرى نقوم بتدوين الإجابة صفحة 55 نأخذ دقيقة لتدوين الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دليل وعي المواطنين واهتمامهم ننتقل الآن إلى طرائق ترشيد الكهرباء أولاً داخل المنزل نشاهد سوياً لدينا قصة لقد وعدت أسرتي بعمرة إذا قاموا بترشيد استهلاكهم لكهرباء وتقليل الفاتورة خلال الصيف الأم الآن سأستغني عن المجفف الكهربائي في تشفيف الملابس وسأستفيد من الشمس فهي مصدر طاقة مجاني أيضاً كما أنني سأستخدم الأفران التي تعمل بالغاز بدلاً من الأفران الكهربائية ومع حبي لمشاهدة التلفاز ولعب الألعاب الإلكترونية إلى أنني قللت من ذلك كثيراً وصرنا جميعاً لا نتابع إلا بعض البرامج المفيدة كما أنني أقوم بدور المشرف على إغلاق الأجهزة الكهربائية بعد الانتهاء منها وفي النهار لا نستخدم المصابيح وإنما نستخدمها في الليل فقط ومهمتي في المنزل أن أقوم بإطفاء جميع المصابيح التي لا يستفاد منها وعندما نخرج من الغرف ولقد وفر أفراد أسرتي مبلغاً كبيراً باتباع أساليب الترشيد في استخدام الكهرباء وهذا المبلغ استفدنا منه في أمر آخر وهو أداء العمرة ننتقل الآن ألف استخلص الإجراءات التي اتخذها أفراد الأسرة لتوفير في فاتورة الكهرباء ما هي طرق ترشيد الكهرباء التي اتبعتها عائلة فواز؟ بارك الله فيكم أيضاً مبدعين بارك الله فيكم الإجابة تجفيف الملابس في الشمس بدلاً من مجفف الكهرباء استخدام فرن الغاز اقتصاد العائلة على مشاهدة بعض البرامج المفيدة لا تستخدم المصابيح في النهار إغلاق الأجهزة بعد الانتهاء منها أطفاء المصابيح التي لا يستفاد منها نأتي لفقرباء ضع عنوان مناسباً لهذه القصة بارك الله فيكم طرق ترشيد استهلاك الكهرباء جيم ما النتائج الإيجابية التي كسبتها هذه الأسرة في مجال استهلاك الكهرباء؟ بارك الله فيكم يا رابع إجابات رائعة بترشيد الكهرباء وفرت هذه الأسرة المال اللازم للذهاب إلى العمر أقوم بتدوين الإجابة صفحة 57 نأخذ دقيقتان لتدوين الإجابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتهينا من تدوين الإجابة؟ بارك الله فيكم ننتقل الآن وقت الذروة الوقت الذي يزيد في استعمال الكهرباء وخاصة بين الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء من الساعة الواحدة مساء عفوا الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء هذا الوقت يعد وقت ذروة وهو أكثر استخدام للتيار الكهربائي ننتقل الآن إلى نشاط رقم 3 صفحة 57 أكتب أسماء الأجهزة التي تعمل بالكهرباء في بيتك ثم أذكر الغاية من استخدامها وإمكانية الاستغناء عنها اسم الجهاز استخداماته الاستغناء عنه نعم أو لا هنا لدينا الاستغناء عنه الإجابة تختلف من طالب إلى طالب ومن طالبة إلى طالبة اسم الجهاز الثلاجة استخدامه حفظ الأطعمة هل نستطيع أن نستغني عنه؟ بالطبع لا الجهاز الآخر التلفاز استخداماته المشاهدة والترفيه الاستغناء عنه أيضا لا نستطيع الاستغناء عنه أيضا لدينا الغسالة استخدامها لغسل الملابس الاستغناء عنه لا أستطيع أن أستغني عنها أيضا لدينا غسالة الأطباق استخدامها غسل الأطباق هل أستطيع أن أستغني عنها؟ نعم ننتقل الآن إلى البطاقات الملونة نبدأ بالبطاقة البرتقالية من طرق ترشيد الكهرباء استخدام الأفران التي تعمل بالغاز إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إجابة صحيحة بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة الحمراء استخدام المجفف الكهربائي في تشفيف الملابس يعد من طرق ترشيد الكهرباء إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إجابة خاطئة بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة ننتقل إلى البطاقة الخضراء لترشيد استهلاك الكهرباء لا نستخدم المصابيح في النهار وإنما نستخدمها في الليل فقط إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إجابة صحيحة بارك الله فيكم يا رابع ننتقل إلى البطاقة الصفراء ترك المكيف مفتوحا من دون حاجة يزيد من استهلاك الكهرباء بالطبع يزيد من استهلاك الكهرباء إجابة صحيحة البطاقة الزرقاء يكون وقت الذروة لاستخدام الطاقة الكهربائية من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة مساء إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالطبع إجابة خاطئة ما هو وقت الذروة؟ من الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى حققنا في نهاية هذا الدرس جميع الأهداف بينا مفهوم الإسراف حددنا أوقات الذروة أيضا وصفنا الحياة بدون التيار الكهربائي أيضا شرحنا أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية ووضحنا الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بإجاباتكم الرائعة ألقاكم قريبا إن شاء الله